اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احباء المشاهدين في كل مكان في العالم بحييكم وبرحب بكم في حلقة جديدة وحلقتنا الأسبوعية انا غالي عليك نهاردة بنعمة الله حنتكلم عن موضوع بعنوان جاء يسوع ولمسهم جاء يسوع ولمسهم لكن كما تعودنا ما زلنا في أهم ملوك الكتاب المقدس وتكلمنا في الحلقات السابقة أخذنا الامبراطورية الأشورية وأخذنا الامبراطورية البابلية وأخذنا الامبراطورية المصرية والنهاردة هنبتدي في الامبراطورية الفارسية هنبتدي في الامبراطورية الفارسية امبراطورية الفارسية كانت في سنة 700 قبل الميلاد وكانت بتمتد من الهند إلى مصر واخذ كل قارة أسيا لحد مصر في قارة أفريقيا الفرس كانوا بيحبوا اليهود العبرانيين كانوا بيحبوا الأشوريين وكانوا بيحبوا العرب ما كانش عندهم مشاكل معهم لكن كانت مشكلتهم مع الامبراطورية البابلية الفرس كانوا بيعملوا اليهود معاملة حسنة جدا وشجعوهم أنهم يرجعوا من السبي ويروحوا ويرمموا بلدهم ويرجعوا مرة تاني لبلادهم في قراشليم ملوك الفرس ملوك مادي وفارس كانت قبل كده لما اتكلمنا على الامبراطورية البابلية وقلنا أنها انهارت فجم الفرس سطوا عليها وأخدوها ليهم وأصبحت الامبراطورية البابلية كلها ميكان للامبراطورية الفارسية فالامبراطورية الفارسية هي نفس الحدود اللي كانت فيها الامبراطورية البابلية قبل كده من أسيا وكل أسيا لحد أفريقيا في مصر حدودها لحد مصر كان الملوك الفرس الحقيقة مستبدين جدا وليهم كلمة الأولى والأخيرة بس كان في مشكلة معاهم شريعة مادي وفارس ما كانش فيه ملك يمكن أن يتعدى على شريعة مادي وفارس فكانت الشريعة هي التي تحدد قرارات الملك ولو كان فيه قرار بيقدو الملك والقرار ده يعني يتعارض مع شريعة مادي وفارس فكان القرار ده بيبطل فورا ولا يؤخذ به فعشان كده كان الملك لا ينسخ أي قرار مخالف للشريعة الفارسية كان أي حد يدخل للملك بدون إذن بيموت فورا ممكن يحكم عليه بالإعدام لأنه دخل يشوف الملك بدون إذن الامبراطورية الفارسية كانت امبراطورية قوية جدا وحنتكلم بنعمة الله عن ثلاث ملوك فيها هنتكلم عن كورش الفارسي وحنتكلم عن أحشويرش الملك وحنتكلم عن أرتحشستا الملك النهار ده هنتكلم عن كورش الفارسي حقيقة تاريخ بتاع كورش تاريخ رائع جدا وتاريخ حلو لأن كورش تكلم عنه الكتاب المؤدس في أخبار الأيام التاني ستة وتلاتين عدد اتنين وعشرين وثلاثة وعشرين اتكلم عنه إشعياء واحد وعشرين في عدد واحد واربعين لستة واربعين اتكلم عنه دانيال اتنين ودانيال خمسة وسبعة وتمانية وعشرة كل ده اتكلم عن كورش الفارسي ذكر اسم كورش في الكتاب المقدس 24 مرة وكان ينحدر إلى أسرة اسمها الأكمنيدي والأسرة الأكمنيدي ده كانت أسرة مالكة وكل السلالة بتاعتها كانوا ملوك ورؤساء فهو كان ينحدر من هذه الأسرة استولى كورش زي ما قلنا على بابل لما كانت بابل ضعيفة وبتدت تنهار الامبراطورية البابلية هجم عليها كورش وأخذها واستولى عليها وأصبحت المملكة الفارسية بدل البابلية وده كان سنة 538 قبل الميلاد عمل فتوحات كتيرة جدا وكان فعلا يعني بيحارب كتير وليه غزوات كتير وليه حروب وانتصارات كتير برضو فسيطر على كل أسيا وأخذها للامبراطورية بتاعته إشعياء اتكلم عنه في عهد كورش إن كورش هيحقق المقاصد الإلهية واحد أممي يحقق المقاصد الإلهية أهم لأن هم ما كانوش بيكرهوا إله اليهود ولا كانوا بيكرهوا اليهود بالذات كورش لأن كورش بعد كده ترك العبادة الوسانية وأحب الله وكان يعبد الله الحي الحقيقي واستخدموا الله أداة في يده وكتب عنه في الكتاب المقدس كلمات رائعة جدا أعطى لليهود الفرصة بعد السبي البابلي اللي كان سبعين سنة في أيام نبوخز نصر أعطى اليهود فرصة إنهم يرجعوا تاني لبلدهم ويرمموا البلاد اللي خربت ويعودوا مرة أخرى حيث كانوا من قبل الله كان ينبه روح كورش الكتاب كان يقول كده ونبه الله روح كورش كورش الفريسي بس لأنه هو تعلق بالله فكان عنده حساسية ناحية صوت الله وكان بيتعقى وامروه فيقول الكتاب مرة عنه ويقول الله إنه الرجل البار الذي من المشرق عن كورش ويتقال تاني راعية إنه هو استخدمه راعي لقبوا الكتاب عن مسيحه استخدم الله مسيحه عن كورش لأنه هو كان يرمز إلى الله وتكلم عنه مرة تاني الكتاب إنه مسيح برضو في ذلك الوقت كورش قام ببناء أورشاليم وأسس الهيكل مرة تاني الهيكل اللي انهدم وتكلمنا قبل كده إزاي الشيشق المصري الملك المصري هجم وأخذ كل اللي في الهيكل من كنوز وكانت المباني بتاعت الهيكل كلها غالية الثمن وكان فيه أواني غالية الثمن كله سطى عليها الشيشق المصري ونهبها كورش الفريسي أعاد بناء أورشاليم وأعاد بناء الهيكل ورمامه مرة تاني بالرغم من إنه مش يهودي اختار الله هذا الرئيس أو الملك الأممي لتحقيق مقاصده الإلهية نحو شعبه وغنم مرعا وابتدى يعبد الله وابتدى يحب الله وكان بيحب اليهود جداً ما كانش حد يتوقع إن هذا الشخص يمكن أن يكون أممي شخصيته كانت رائعة جداً شخصيته كانت رائعة جداً امتاز بالنبل بالعدل بالكرم بالفتنة امتاز بالتواضع امتاز بالحكمة وامتاز بالإيمان كان ليه مميزات كتيرة عشان كده اتذكرت عنه آيات رائعة جداً عن كورش حكم كورش المملكة الفارسية تسعة وعشرين سنة وكون أكبر إمبراطورية في ذلك العهد والزمان الإمبراطورية بتاعته دامت ميتين سنة بعده كانت إمبراطورية عظيمة وظلت قوية لمدة ميتين سنة قال البعض إنه مات عادي فيه سلام على فراشه لكن بعض المؤرخين قالوا لا ده مات في أحد المعارك الحربية قتل فيها ومات لا يعرف بالتحديد كيفية موت كورش لكن كان برغم إنه ملك فارسي إلا إنه كان ملك رائع جداً وكان بيحب الله وبيحب الشعب اليهودي ورمم أورشليم ورمم الهيكل لكن اتكتب عنه على القبر بتاعه كلمات هو اللي طلب إنها تكتب على القبر بتاعه لما مات فقال لهم اكتبوا لما موت اكتبوا هذه الكلمات أيها الإنسان يا من تزورني لا تحسدني على التراب الذي يغطي جسدي الآن أيها الشخص الذي تزورني ما تحسدنيش على إن جسدي كان بيغطي التراب وكان فوق التابوت بتاعه التاج بتاعه فيقال إن الإسكندر الأكبر يعني اتأثر جداً وتألم لأجل هذه العبارة ورأى التاج فوق التابوت فسأل طب وليه التاج ما يكونش جوه طبعا مش ممكن هيكون التاج جوه لأن التاج سيذهب إلى ملك آخر هذا هو كورش الفارسي الذي له تاريخ رائع ومشرف خلونا نطلع فاصل أحبانا مشاهدين ونرجع نكمل معاكم باقي الحلقة ترجمة نانسي قنقر كل ظروفي بين يديك ومخفيني جوه عميك أنا غالي، أنا غالي عليك أنا غالي، أنا غالي عليك ياللي بدمك انت شريني ضغمي فيك عمري وسنيني من فيد النعمة مخليني عايشة سبيح ما تبليك أنا غالي أنا غالي عليك أنا غالي أنا غالي عليك طول رجحنا انت رفيك سهلتني ومعزيني في ديك ليه في وعدك حب حقيقي وأماني وسلامي فيك أنا غالي أنا غالي عليك أنا غالي أنا غالي عليك أنا غالي عليك أهلا بكم أحباء المشاهدين مرة أخرى وأنا غالي عليك شجعني جاء يسوع ولمسهم النهاردة في لمسة رائعة هتيجي من الرب على حياتك لو أنت طلبت كده قبل ما نتكلم في الحلقة بتاعتنا حقراء الآية اللي جات في إنجيل متى أصحاح 17 وعدد 7 فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا لا تخافوا فرفعوا أعينهم ولم ياروا أحداً إلا يسوع وحدهم جاء يسوع ولمسهم أحبائي اللمس حاسة من الحواس الخمسة اللي الرب ادهلنا عندنا حسة النظر والشم والسمع والتذوق وحسة اللمس وأقدر لما لمس الحاجة أقدر أميز إيه هي إن كانت خشنة إن كانت نعمة إن كانت طريعة إن كانت سخنة إن كانت سقعة أقدر أميز بحسة اللمس الحاجة اللي في إيه دي وأعرف هي إيه الزوجة اللي بتعمل أكلة ومخبوزات بتقدر تشوف الأكل والعجينة وكده الملمس ده شيء أساسي بيبقاله دور كبير في حياتنا في الطبخ في الأكل في رؤية الحاجة في تمييز الأماش الأخر على المستوى الحسي والعاطفي والمعنوي طبعا لما سلم على حد كده سلام وشد على إيده غير لما سلم كده بطرفة صبعية يعني اللمس والسلام بتاع حد بيختلف حسب التلامس مع الشخص اللي أنا بسلم عليه فيه ناس تسلم سلام حار جدا ويبقاله معنا وفيه ناس تسلم سلام سائع ويبقاله برضو معنا حتى أطفالنا بيحسوا بلمساتنا الحلوة لما بناخد أولادنا في حضننا لما بنطبطب عليهم ونبوسهم لما بنحتضنهم بيبقى الطفل والولد محتاج إنه ياخد هج وإني باستمرار أطبطب عليه وباستمرار أقوله كلام حلو وباستمرار أشجعه الراجل الكبير بيبقى محتاج إنه باستمرار أما سلم عليه سلام حلو وطبطب عليك شيخ أو سيدة عجوز بيبقالها معنى جبير جدا غير لما سلم سلام رسمي وأقول لها أهلا إزاي حضرتك كده بيفرق عشان كده التلامس وحسة اللمس دي عظيمة ورائعة جدا لو استغلت استغلال حلو بضمير نقي وصالح في حيوانات بيبقوا عايزين إنك تطبطب عليهم وتتلامس عليهم وتبين لهم إن انت بتحبهم وأنا لو ما عملتش كده ممكن يجي لهم اكتئاب أنا سمعت كده يعني ما عرفش بس سمعت كده إن الحيوانات بيبقوا عايزين الشخص يتلامس معاهم ويبين لهم إنه هو بيحبهم إن كنا إحنا البشر إحنا البشر التلامس معانا والسلام معانا بيفرق جدا فكم وكم لما يتلامس الله معانا أعتقد ده شيء رائع إن الله يتلامس معايا يتلامس مع ظروفي يتلامس مع احتياجاتي يتلامس مع نفسيتي قدم لي مواعيد رائعة جدا ده ده لي معنى رائع جدا لكده هنا في كتاب المؤدس بيقول إن الرب يسوع أخذ بطرس ويعقوب يحنى وأخذهم منفردين على الجبل ولما صعد بهم تغيرت هيئته وصار وجهه يلمع كالشمس وسياب وبيضاء تلمع وبعدين ظهر معه موسى وإليا وكانوا يتحدثان معه لما التلاميذ بطرس يعقوب يحنى شافه كده اتخدوا واترعبوا وسقطوا على وجوههم من المنظر وسمعوا صوت جامد بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا نفس الآية دي اللي كانت ساعة من رب يسوع كان يحنى بيعمده والسماء كانت مفتوحة وفي حمامة نزلت على المسيح في ذلك الوقت في نهر الأردن وسمع هذا الصوت بنفس الكلمات لما سمعوا هذا الصوت نازل من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا كله سقط على وجهه وخافوا وترعبوا جدا جدا لكن لما الرب شاف كده راح وحطي ايده عليهم ولمسهم والوم اوموا اوموا ما تخافوش اوموا فبصوا لم يروا أحدا إلا يسوع وحدهم لا شافوا بعد كده موسى ولا شافوا إلي علشان يبقى هو الكلام ده على نفس الشخص ده مش على حد تاني تلامس معهم ولمسهم وقومهم وقال لهم اوموا ما تخافوش هم لما شافوه اتشجعوا وقاموا لمسة السيد قد دي عظيمة لما بيجي يتلامس معايا ومع مخوفي ومع احتياجاتي ومع اللي مديقني ومع مرضي ده بيبقى له معنا رائع جدا عشان كده أحبائي في قدامنا أربع لمسات الله يتلامس فيهم معنا مع شعب الغلبان في لمسة للتطهير والإبراء في لمسة يلمسهاني ويطهرني ويبرقني من خطياي وأثامي وفي لمسة للشفاء ممكن يتلامس معايا ويشفيني من مرضي سواء المرض ده كان جسدي أو كان نفسي أو مرض روحي أنا ضعيف روحيا بيجي يتلامس معايا ويقويني من ضعفي ويشفيني من مرضي ويبرق نفسيتي لو كانت تعبانة ففي لمسة للإبراء ولمسة للشفاء في لمسة لجميع البسطاء الناس البسطة كده الله يتلامس معهم لكن الناس اللي تفضل تحلل ومين وازاي وفين وكيف الله يقول لهم أعودوا كده لما يبقى عندكم بساطة الأطفال إن لم ترجعوا تصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكون السماء أعودوا لكن الإيمان بيعلمنا البساطة التي في المسيح والإيمان العامل بالمحبة ففي لمسة لجميع البسطاء وفي لمسة للناس الضعفاء واحد ضعيف واحد مغلوب على أمره من خطية معينة لما بيجي للرب وهو ضعيف في النقطة دي ومش بيقدر على نفسه ولا قادر يقوم من ضعفه ويلجأ إلى الله مش ممكن هيكسفه حيلمسه في ضعفه أول حاجة عايزة أتكلم عن لمسة التطهير والإبراء ودي اللي إحنا محتاجينها أول شيء في حياتنا قبل ما أنا يبقى لي علاقة حية مع الله لابد أني أطلب معرفة الله معرفة حقيقية وأطلب فعلا أن يسكن في الله بالروح القدس وأصير في المسيح إناء جديد ويخلصني من خطيايا ويخفر خطيايا بدمه الكريم الرب يسوع في واحد في الريسي دعاه علشان يروح بيته في لوقة سبعة لما دعاه جات إمرأة خاطئة وجات عند قدمي المسيح وكانت بتعمل حاجات في منتهى الغرابة بتخسل رجليه بدموعها بتسحها بشعر راسها رجل في الريسي لا يقبل هذا مفروض إن واحدة زي دي ما تدخلش أساسا بيته هي بتعمل إيه فإضغاز وشايف الرب يسوع سيبها ما بيعملش ولا حاجة ولا بنتارها ولا بيقولها امشي طلع بره لزيك ما يجيش هنا ولا حاجة فبيقول لو ده فعلا يعني زي ما بيقوله علي نبي هو مش قادر يقول الله الظاهر في الجسد لأنه هو السيل في الريسي اسمه سمعان كان عارف مين الستة دي وكان مشاها من هنا وطردها هو سيبها ليه فبيقول في الوقت سبعة تسعة وثلاثين فلما رأى الفريسي سمعان الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا هو بيقول الكلام ده الروح لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة الخاطئة التي تلمسه ما هي إلا امرأة خاطئة لكن سمع الرب بيقول لها اذهبي مغفورة لك خطياكي ايمانك قد خلاصك اذهبي بسلام ايه ده ايه ده بسهولة كده انت تغفر الخطايا اه يا حبيبي ما ما فيش حد غيري هيغفر الخطايا ما انا اللي هغفر الخطايا ولهذا السبب جئت عشان يغفر خطايا وخطاياك وخطاياكي اوعى تستكتر خطاياك على الرب ارجوك في اسمي يسوع تعالى زي منت تعالى باللي انت فيه تعالى بالخطيئة اللي الناس مش شايفاها والناس شايفاك زي الفل والناس شايفاك احلى الشباب واحلى رجال واحلى النساء تعالى زي منت لان هو كشفك وهو عارفك وتعالى اقول له ارحمني انا الخاطئ وهو عمره ما يكسفك هيقول لك ايمانك قد خلصك اسهب بسلام عشان كده اي انسان بيتلامس معاه فعلا انطلب مغفرة خطياء المرأة دي كانت خطيئة كانت ليه بتبكي كانت ليه بتدمع كان ليه دموعها نزلة ليه لان هي عايزة تخفر خطيائها عايزة تتحرر واستجاب لها وقال لها اسهب ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام الايمان الذي يعطي البراءة والايمان الذي يعطي التطير لكن احبائي ليس هذا فقط لكن لمسته للمريض بتشفيه لمست المرضى للشفاء النهاردة هيجي تلامس معك حيث تكون لو كنت خاطي هيجي لمسك ويخلصك بس اقوله تعالى يا رب الحياتي افتح قلبي انا بقبلك في حياتي تعالى اشفيني من مرض الخطيئة صدقوني الخطيئة اوحش من الكنسر مليون مرة لان فيه ناس ممكن تبقى مرضى لكنهم مؤمنين انعشنا للرب نعيش انموتنا للرب نموت انعشنا او موتنا للرب نحن احنا مش فارق معانا احنا هنا بتوعه وهناك بتوعه ومعاه فمش فارق معانا لكن مرض الخطيئة يدمر الانسان في الارض ويوصلوا للجحيم في النهاية خلي بالك اين انت من هذا المخلص جاوب على السؤال ده بينك وبين نفسك وراجع نفسك وان كنت لسه مقبلتهوش ارجع بسرعة لان النهاردة احنا عايشين مش عارفين بكرة مخبلنا ايه قبل الحلقة فيه شاب من الشباب الرائعين اللي في الكرمة بيقول واحدة قربتي قربتي فرحة بعد يومين شابة في العشرينات ماتت دون سابق انذار فجأة وفرحة بعد بكرة شابة في العشرينات ولا مريضة ولا تعبانة ولا حصل معها اي مشكلة خلاص بتستعد للفرح بعد يومين وماتت دون سابق انذار انا مش بخوفك لكن بقولك حياتنا كبخار صدقني انما كخيال يتمشى الانسان صدقني انا بقولك كده لاني بخاف عليك بقولك ارجع للرب وتوب عن خطياك وخليه يشفيك من مرض الخطية وصلي لو عندك مرض جسد يشفيك وهو هيعمل كده ان كانت في ما شئته ان كانت في ما شئته هيشفيك لكن فيه نفسيه تتعبانة وفيه ناس عندها اكتئاب وفيه ناس مرة عندها مرارة غير عادية وفيه ناس متكسرة من جوه حد هنها حد تعبها حد اعتد عليها حد طردها عندها مشاكل في الشغل فيه نفسيات محطمة كتير جدا صدقوني صدقوني اللي بنسمعه على التليفونات لولا رحمة ربنا علينا كان جالنا اكتئاب من زماننا لكن لاننا بنصدر له المشاكل اول بول ونورد هلو ونقول له دي مشاكلك انت يا رب تعالى على الناس دي وفك قيودها تعالى على الناس دي واش فيك يسرها تعالى على الناس دي يا رب فكها من الاكتئاب فكها من الضمار النفسي وارحمها من الانتحار يا رب في أسمه الرب يسوع الرب هيلمسك ويشفيك من الداء اللي عندك سواء داء الخطيئة سواء مرض مستعصي عندك سواء مرض نفسي سواء مشكلة قائمة ما خليك بتلف حواليه نفسك ومش قادر تشوف حاجة في الدنيا غير المشكلة دي عمل تلف فيه تلف فيها بصلي ان الروح القدوسي يجيه يفكك من الضغط النفسي يفكك من المرارة اللي انت فيها يرمم الكسور اللي جواك كم من زوجات متدمرات فعلا بيتهنوا بيتشتموا بيتضربوا وفي امريكا هنا ومش هين عليهم يشتكوا البوليس عشان عندهم اطفال عشان مش بيشتغلوا عشان عشان تكلمني واحد امبارح عنده قضية لسه جاي لسه جاي من مصر ومراته حامل وعنده طفلين وهوب راح ضرب مراته الجيران طلبوا له البوليس اطرد من البيت وعنده قضية ومش عارف يستهجي اسمه مش عارف بقوله طب اسمك ايه ابني قال لي اسمي كذا طب اكتبه ازاي قال لي مش عارف ما تسألينيش عن الهجاية انا لا بقرأ ولا بكتب قلت له لبتقرأ ولا بتكتب وليسه جاي من مصر وبيندي ايدك على مراتك قال لي اه طيب يا خسارة يا خسارت الناس اللي بعيد عن ربناها يا خسارة صدقني بتدمر نفسك وبتدمر اللي حواليك اول ما جه ممكن يخش في السجن يسيب مراته المسكينة الحامل واطفاله صدقوني قال داود اما انا فالاقتراب الى الله حسنون لي اروح حاجة اهرب اليه من نفسك اهرب اليه من خطيك اهرب اليه من مشاكلك اهرب اليه وهو قطعا حيشفيك وقطعا حيبرئك في مرقص خمسة عدد تلاتين واحد وثلاتين المرأة النازفة الدم اللي ليها اتناشر سنة اللي قالت لو مسست هد بثوبه بس لو قطعتش كده لمست انا هابرأ فعلا دخلت وسط الجامعة ولمست هد بثوبه ووقف نزيف دمها رب يا صحس قال مين لمسني قالوله يا عم يا التلاميذ حواليك الجمع بيسحمك وتقول مين لمسني قالولهم لا 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 ده في قوة خرجت مني في حد لمسني بإيمان فالحد اللي جيوا لمسني بإيمان خلى قوة تخرج مني لشفاءه وقد كان بيقول فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال من لمس ثيابي فقال له تلاميذه أنت تنظر الجمع يسحمك وتقول من لمسني قالولهم لا دي لمسة غير عادية هو دي اللمسة اللي بالإيمان اللي أنا بصلي إن الرب يدهالك وبصلي الرب يدهالك عشان يرممك وعشان يرممك وعلشان تبقي إنسانة أخرى حس بحرية كاملة في المسيح فمرء استمانية برضو يقول إيه فقدموا له أعماء وطلبوا إليه أن يلمسوا وفي عدد خمسة وعشرين ثم وضع يديه على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل شيء جليا يا سلام يا سلام لما يفتح عينيه الأعماء يا سلام لما يديني بصيرة روحية ويقولي خلي بالك ده غلط خلي بالك ده صح خلي بالك أنا عايزة أديك حكمة عشان تتكلمي صح وده اللي أنا باستمرار صدقوني بصلي يا رب علمني وديني حكمة أتكلم صح وأتكلم اللي حسب قلبك وما تكلمش كلامه بس لكن أعرف أتكلم الكلام اللي فعلا بالروح الكدس عشان يبقى سبب بركة الآخرين أنا بصلي كده تيجي تصلي معايا تيجي تضم صوتك معايا ونيجي نقول للرب يا رب من فضلك ادينا نتلامس مع شخصك بالإيمان وجميع الذين لمسوه صدقني كده بيقول كده نالوا الشفاء جميع الذين لمسوه بالإيمان بالإيمان نالوا الشفاء بصلي بصلي إن الرب يديك إيمان يا إما أنك تقبله فادي ومخلص في حياتك أولا يا إما أنك تطلب منه يشفي أعماقك ويشفي كل مرارة جواك ويطلعك من بؤرة الفساد اللي أنت فيها ويطلعك من الأزمة النفسية اللي أنت فيها ويرضع لحياتك هتبقى أسعد إنسان واسألني أنا أقول لك آه أنا أسعد إنسانة في الدنيا لأن ملك الملوك ورب الأرباب كوي عايش فيها مش لشطارة ولا شيء كويس فيها لأني أنا جت له وهو ما رفضنيش بس مش أقدر جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء لكن أحبائي مش بس لمسة التهتير والإبراء ولا لمسة المرضى للشفاء لكن فيه لمسة جميع البسطاء كبير وصغير كبير وصغير لأي حد لأي حد في لوقة 18-15 يقول لمسته للأطفال قدموا إليه الأطفال أيضاً ليلمسهم كل واحدة عندها بيبي عندها طفل صغير تقول له حبيبي أنا عايزة ياسوع يلمسك عشان يبركك صحيح التلاميذ كانوا بيتغازوا لا 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 بعيدوا عنه العيال ما تدوشهو شوه ناقسكو كانوا بيحاول يمنعوهم لهم لا ما تعملوش كده خليهم ييجوا خليهم ييجوا علشان ألمسهم وباركهم كان بيحب الأطفال ويقول لهم دعوا الأولاد مش بس الأطفال الأولاد فكانوا بيجيبونه الأطفال عشان يلمسهم حتى لو كانوا التلاميذ بينتهروه منهم يبعدوا لكن الناس ما كانوش بيبعدوا هو عايزين يلمس الأطفال وهو بيحب الأطفال فكان بيتلامس معهم والأطفال كانوا بيحبوه جداً مش بس الأطفال الأولاد فمرقص عشرة قدموا إليه أولاداً لكي يلمسهم اللي عندها ولد كده صوي صغير عشر سنين اتناشر سنة تعالوا احنا عايزين يسوع يبرككم تعالوا عشان يتلامس معاكم يا عمي ما تدوشوهوش ابعدوا والتلاميذ يزقوهم وهم لا احنا مصممين إن هو يلمس ولادنا وهو قال للتلاميذ دعوا الأولاد ندوهم يأتون إلي ولا تمنعوهم عارفين ليه لأن لمس لهؤلاء ملكوت السماوات ملكوت السماوات مش للكبار بس التائبين المؤمنين لكن ملكوت السماوات للأطفال الأبرياء العايزين لمسة الله من طفولتهم عشان يشبه في النعمة والحكمة والقامة عند الله والناس عشان كده لو علمت ابنك وبنتك لو علمت أولادك شريعة الإله صدقيني أنا بقولك كلام وبقولك كلام قدام الرب قبل ما يكون قدام الناس مش هتحصد ولا تتعب ولا تعاني لما يجبروا صدقني أنا بقول كلام أنا مسؤولة عنه قدام الرب واختبرته لما بنعلم أولادنا في طفولتهم الإيمان العديم الغش ونعيش قدامهم ونعيش قدامهم بيطلعوا الولاد ولاد مشرفة ولاد بتخاف الله ولاد بتبني أسر مسيحية حقيقية وفي الآخر تلاقي نفسك فرحان بيهم بس هما تعبونا زمان بس علمناهم ووصلناهم زي تميساوس بابوليس قاله الإيمان العديم الغش اللي فيك بس الإيمان دا يا تميساوس سكن في جدتك لو إيس وإمك أفنيك وهو ساكن فيك أنت أيضا يدينا رب نعمة ما نتشغلش في العالم ونسيب أولادنا بحريتهم في البلاد دي أكبر خطر أكبر خطر أن تسيبوا أولادكم في السن دا أعرف ناس لما الجد تكلم الأولاد عن المسيح الأم تقول لها لا بليز ماما ما كيش دعوا بيها ما كيش دعوا بيه يمكن يكبر ويحب يبقى ملحد وحر كلموش عن الله لو كبر واختار الله إت أوكي طب حبيبتي وهيختار الله إزاي من غير ما يعرفه من غير ما يشوفه في حد فيكم بيرفضوا أن حد يكلم أولادهم عن الله وفي الآخر بتشوفهم بيصوتوا والولاد بيسيبوا البيت والولاد بيمشوا وبيعملوا لنفسهم فيه والبنات نفس الحكاية ليه لم يتعلموا المسيح هكذا يدينا رب نعمه لمسته للبسطاء للأطفال ولمسته للأولاد ولمسته لكل اللي يطلبوا بالإيمان البسيط الإيمان العديم الغش في لوقة 16-19 كل الجمعة كل الناس كل الجمعة طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع هاللويا مبارك هاللويا مبارك اسمك لشفاء الجميع شفاء أجسدهم وشفاء أرواحهم وشفاء نفسيتهم وشفاء أي مرض شفاء شفاء هو عايز يطلق شفاء النهاردة هو عايز يشفيك النهاردة وعايز يتلامس معاك هو عايز يحولك لرجل آخر تقبل تقبل تركع دلوقتي وتصلي وتقوله ارحمني سمحني خلصني وتعال اشفيني واشفي أعماقي النهاردة مرض الاكتئاب بقى المرض الأول الرئيسي في كل بلاد المهجر ويمكن في بلادنا العربية لكن هو المرض الرئيسي اللي معظم الناس عندها لكن رابعا لمسته للناس ضعفاء لمسته للضعفاء سيقت الله ليبدل الضعف إلى قوة كانت حياتك الروحية ضعفت إن كنت زمان اختبرت الرب ولما جيت البلاد دي اتشغلت وبتشتغل من الصبح البليل حتى يوم الحد وما عندكش ربع ساعة نص ساعة تقرأ الكتاب المؤدس وتصلي رب يسوع جاي يلمسك ويقولك ارجع قول مع الابن الضل اقوم وارجع الى ابي واقول له اخطأت الى السماء وقدمك ولست مستحق بعد ان ادعلك ابنا تعال ارحمني تعال اجذبني اليك يا رب تعال اقومني من ضعفي لمسته للضعفاء رب عايز يجي على كل ضعيف النهاردة علشان يقومه مرة اخرى على كل واحد ضعيف في الايمان مش قادر يصل بايمان عمال يقن وتعبان من المرض ومعندوش ثقة ومعندوش ايمان بسيط رب بيقولك تعال تعالوا الي يا جميع المتعبين تعالوا وثقلي الاحمال ياللي ضهرك اتحنى مش عايزة اقول اتكسر من الهم بيقولك تعالى 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 بس بايمان بسيط تعالى وصدق انه هو اقرب لك من نفسك اقرب لك من نفسك صدقني هو اقرب لك من نفسك صدقني انا بقوله انت اقرب لي من سلوة انت اقرب لي من نفسي انت عارف احتياجاتي اللي انا مش عارفاها عشان كده نهاردة الروح القدس سيأتي بلمسة على جميع الضعفاء ايا كان النوع الضعف قد يكون ما عندكش ذاكرة كويسة قد تكون مش قادر تذاكر مش قادر تحفظ بتنسى بسرعة عندك مشاكل مش قادر تتكلم فيها عندك جبال وقفة قدامك من خليك حاسس الدنيا ظلمة هو هيلمسك النهاردة بس تعال بثقة تعال بايمان تعال وصدق ان هو هيجي على مشكلتك في مقادة اربعتاشر واحد وتلاتين تفتكروا بطرس لما رب يسوع جيه نحو الهزيع الرابع من الليل وكانت الدنيا امواج وبطرس قال له ان كنت انت هو فمرني ان قاتي اليك قال له طب تعال يا بطرس كان جيلهم ماشي على المية فنزل بطرس مشي على المية بس اول معين وقعت من على الرب وجات على الموجة ابتدى يا غرق يا سيد اعني يا قليل الايمان لماذا شككت ورح امسك به ورفعوا وطلعوا خلي عندك ايمان بسيط وامشي على المية معاه وما تخافش وهو حيمشي معاك فوق المرتفعات حيمشي معاك فوق الجبال اللي انت بتمشي معا هيخدك ويقول لك المصاعب اللي عندك انا مسكك في ايدي وماشي معاك فيها فبيقول في مدى 14 و 31 ففي الحال مدى يسوع يده وامسك به وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت ارمية واحد تسعة بيقول اي الحلوة دي ومدى الرب يده ولمس فمي وقال لي ها قد جعلت كلامي في فمك ارمية انا عايز كلامي يكون في فمك عشان كده انا هلمس شفتيك عشان الكلام اللي يطلع يطلع بالروح لمجد اسمي دانيال قال آية لمستني قوي قوي في دانيال 8-18 يقول لمسني واوقفني على مقام يعني مسكني ولمسني لما وقع على وشه وكده ووقفني على حيلي صدقني هي يجي ووقفك على حيلك صدقني عشان كده جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء جاء يسوع ولمسهم لمس الخاطي للتطهير والإبراء لمس المريض للشفاء لمس الناس البسطاء ولمس الضعفاء ليصبحوا أقوياء خلونا نطلع فاصل أحبانا المشاهدين ونرجع نكمل معكم ربي حبيب أنا غابي عليك يل منقشني على كفك كل ظروفي بين يديك ومخبيني جو عميك أنا غالي أنا غالي علي أنا غالي أنا غالي عليك يل بدمك انت شاريني ضعميك فيك عمري وسنيني من فيد النعم مخليني عايشة سبع ما تبليك أنا غالي أنا غالي عليك أنا غالي أنا غالي عليك طول إرجحنا انت رق فيك سهدني ومعزيني في دي ليه في وعدك حب حقيقي وأماني وسلامي فيك أنا غالي أنا غالي أنا غالي عليك أنا غالي أنا غالي أنا غالي عليك أنا غالي عليك اهلا بكم أحباء المشاهدين وأنا غالي عليك استجبني استجبني يا الله استجبني نهاردة هنصلي بنعمة الله لأجل قارة أوروبا هنصلي لأجل لبنان الشقيق وكل المشاكل اللي فيه هنصلي لأجل أمراض القولون والجهاز الهضمي وهنصلي لأجل أولادنا اللي يرفضوا عبادة الله واتجهوا إلى الإلحاد الأولاد اللي اتجهوا للإلحاد واللي بيتعلموا ده من المدارس لما تجبروا قرروا عايزين ربنا أوكي مش عايزين ربنا سبوه وليكم مطلق الحرية وفي دول كتير عايزة تلغي الديانة من الـ ID من البطاقة علشان الواحد يختار الله أو ما يختارهوش هو حر شيء يكسر القلب شيء يكسر القلب خلونا نصلي لأجل الناس المساكين المغلوبة على أمرها الذين لا يدرون ولا يعلمون ماذا يفعلون مبارك اسمك توبل أناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عبرين في وادي البكاء يصيرونه ينبعا نشكرك أيضا ببركات يغطون مورة يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيه نشكرك أيها الإله الصالح الصادق والأمين والمبارك والعظيم الذي لمستنا لمسة رائعة جدا لنعرفك ونختبرك وتحيا فينا مكتوب المسيح فيكم رجاء المجد نشكرك نشكرك جدا لأنك أنت حي في داخلنا مش عشان إحنا ناس كويسين لكن لأن النعمة وصلت إلينا ونحن قبلناها ببساطة القلب يا رب تعالى تلامس مع كثيرين في اسم الرب يسوع تعالى تلامس مع كثيرين يا رب تعالى تلامس مع كثيرين أذكر قررة أوروبا في مرحمك أذكر أوروبا يا رب اللي كانت بتطلع مرسلين للعالم كل معظم دول أوروبا كان كلها إرسليات والآن تغلق الكنائس والآن اللي في كل كنيسة يتعدوا على أصابع يد واحدة آه يا رب ارحم أوروبا ارحم أوروبا الناس بتسوق ساعتين وثلاثة عشان يروحوا كنيسة عشان يحضروا اجتماعات وبيعتمدوا بالأكتر على الفضائيات آه يا رب أذكر المؤمنين الأقلية اللي في أوروبا باركهم واكثر فيهم واسمر فيهم واستخدمهم لمجد اسمك وامتداد ملكوتك هناك واجعلهم ملح في هذه القررة واجعلهم نور في هذه القررة واجعلهم فعلا يخبروا بفضائل ذاك الذي دعاهم من الظلمة إلى نوره العجيب ارحم أوروبا يا رب ارحم أوروبا وقد غزاها آخرون غيرك ارحمها في اسم الرب يسوع من فضلك ليك أواني مباركة هناك ليك نفوس ليك معينين للحياة الأبدية هناك تعال بهم وتعال بهم بسرعة نور عينين الأشرار هناك نور عينين الناس العمياء التي لا تبصر نور عينيهم وخليهم يعلموا من هو إلهنا الصادق الأمين المبارك المحب الفادي الذي أحبنا إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى في اسم الرب يسوع رب قرد أوروبا بين إيديك أذكر لبنان الشقيق رب هذا القطر وهذا البلد يا رب وهذه الدولة الصغيرة اللي بتتعرض لهجوم كتير ومشاكل كتيرة أوصل إليها من فضلك افتقد شعب لبنان يا ابن الله الحي افتقد شعب لبنان افتقد كنائس لبنان افتقد يا رب رجال الأعمال هناك افتقد الأشرار افتقد الدواعش تعال بهم تعال بهم إليك رب صر لهم ذاتك فيعرفوك أنت الإله الحي الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته في اسم الرب يسوع المسيح قوة تأتي من السماء تخترق هذه الدولة الصغيرة في اسم الرب يسوع ويكون لك شهداء ومناء يا رب في هذا البلد المبارك يا رب يا رب بنصلي لأجل أمراض القولون والجهاز الهضمي بنصلي لأجل عندهم كانسر في القولون في جهاز الهضمي وفي المعدة وفي المريء يا رب ترائف 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 بلمس مكتوب وأنت كلمتنا اليوم جاء يسوع ولمسهم من فضلك يا رب تعالوا إلمس 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 ألاف وملايين النهاردة إبرئ يا رب أرسى كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم أرسل كلمتك لشفاء يا رب ألاف وملايين يعانون من ألام مبرحة في الجهاز الهضمي إرسل قوة يا رب من جلالك لشفاء مساكين يترجون وجهك ويرفعون عيونهم إليك وينادون ويصرخون إليك أن تأتي إليهم يا سيدنا رب بصلي لأجل الشباب الضايع الشباب اللي ما تعلمش حاجة في طفلته أو الشباب اللي تعلم وبعد عنك والشباب اللي ألحد وحس إن قصة ربنا دي قصة خيالية تعالى على الناس دي المساكين اللي بيضيعوا نفسهم وإلى الأبد تعالى وارحمهم ارحمهم ارحمهم يا رب ارحمهم من أنفسهم ورد لهم عقلهم فيهم ورد لهم فكرهم فيهم أيها السيدة رب أرجوك في اسم المسيح أرجوك يا رب أذكر ولدنا اللي ضاعوا واللي ضيعين في العالم واللي مش عارفين رأسهم من رجليهم واللي بيهووا إلى الجحيم يوم ورا يوم ورا يوم بركة القناة الكرمة وإحسان إلهي لعملك هنا للبورد للمسؤولين تزديد لكل الاحتياجات بتاعت القناة يا رب حط إيدك بالبركة حط إيدك بالبركة يدك المسقوبة يا رب بالبركة على كل برنامج حط إيدك على كل كاميرا على كل شخص بيتعب في هذا المكان ليتمجد اسمك وحدك يا رب وتظهر أنت في المشهد لوحدك ويختفي كل بشر ويكون فضل القوة في هذا المكان لشخصك وحدك فينبغي أن ذاك يزيد أنت تزيد وكل بشر ينقص وينقص وينقص في اسم ربنا يسوع المسيح نستودع كل هذه الطلبات ونصق أنك سمعت وبالإيمان استجبت لك الكرامة ولك كل الميت أمين مبارك اسم الرب جاء يسوع ولمسهم وأنا وثقة أن الرب سيلمس كسرين في هذه الحلقة ونشكركم أحباء المشاهدين لأجل متبعدكم معنا نلتقي بكم انت أنا الرب في مجيئه في الأسبوع القادم لكم كل بركة ونعمة والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر